السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير نهارده حلقة جديدة عن ليه النرجسي ما بيحبش اشوفك مع شخص تاني بعد انتهاء علاقتك به وبالرغم من ان العلاقة انتهت وانفصلتم تماما وما بقتش حتى بتشوفه في اي مكان ولا حتى النرجسي بقى عنده اي فرصة انه يوصل لك ابدا ولكن هو مش عايز انك تكون مع اي شخص تاني غيره او ترتبط بحد تاني وده لما بيكون خلاص مش قادر او عاجز عن انه يحصل عليك مرة تانية وده يا جماعة سبب واحد اللي هو هيكون موضوعنا النهاردة ان شاء الله لما بيكون الموضوع متعلق بالنرجسيين فالموضوع كله عبارة عن شخص عنده اضطراب وخصوصا انه عنده اضطراب في التعلق واللي بيدي له كل الحق انه يمتلكك تماما وبسبب ان النرجسي مش قادر يرتبط بشكل طبيعي فهو برضو ما بيقدرش ينفصل عنك بشكل طبيعي او صحي زي العلاقات الطبيعية اللي بيكون فيها ارتباط وانفصال بشكل عادي والاضطراب اللي عند النرجسي ده اللي اقصد به انه مش عايزك تكون مع اي شخص تاني لانه بيعتقد فيه قرارة نفسه انك ملك له وان كل انتمائك له لانك بالنسبة للنرجسي من ممتلكاته الخاصة اللي لا يجوز التنازل عنها حتى بعد قطع العلاقة والانفصال عنه انت بالنسبة للنرجسي مجرد شيء حصل عليه زيك زي اي شيء جماد بيحقق له رغبات معينة وبيستفيد من وجودك بشكل معين وحتى وقت ما بيستغنى عنك او عن الشيء اللي معاه ده بيركنه تماما لحد ما يحس انه محتاج له ويرجع يعيد استخدامه مرة تانية انت بالضبط بالنسبة للنرجسي كده اداة لتحقيق رغباته وهواياته فعقل النرجسي انت بتنتمي له وكل صفاتك او ممتلكاته اللي محتاج لها منك هي كمان ملك له يعني انت بالنسبة للنرجسي وكل ما تملك ملكه هو شخصيا وتحت تصرفه وتحكمه الكامل بحيث انه يقدر يتلعب بيك زي ما هو عايز ووقتي ما هو عايز حاول تفتكر كده لو انت بتحب شخص النرجسي او ارتبط به بعلاقة وطبعا بتكلم عن اي نوع علاقة اذا كانت زوجية او داخل الاسرة او العمل او اي علاقة بينك وبين شخص معين عنده اضطراب في الشخصية النرجسية بيعتقد النرجسي ان لمجرد ان جواك او عندك مشاعر او عواطف نحيته فمفروض ان انت تستمر في العواطف والمشاعر دي معاه وتفضل تحس نحيته بنفس المشاعر اللي حسته معاه وانت معاه في العلاقة او بمعنى صح اللي حستها نحيته وقت بداية العلاقة مفروض عليك انك تستمر في منح النرجسي كل المشاعر اللي منتظرها منك على طول واللي هو مش شايف ولا قادر يفهمه ان انت عندك مشاعر تخصك وارادة وحرية في اختيار حياتك وترتبها بما يتناسب مع احتياجاتك ورغباتك الشخصية وانك من حقك انك تكمل حياتك بعد انفصالك عنه وتعيش مرة تانية باختيارك يعني مش باختياره هو زي ما هو متعود وتحكمه هو في حياتك زي ما كان متعود منك اللي مش بيقدر يفهمه النرجسي واللي عمره ما هيؤمن به ان ده حقك كانسان وحق اي انسان انه يختار حياته ويرتبها حسب احتياجاته الشخصية والعاطفية وده الشئ الطبيعة جماعة في كل الحياة انك ما بتقفش على حاجة معينة ولا الحياة بتقف على علاقة معينة فشلت فيها او كان فيه سوء اختيار منك او ان الشخص اللي كان معك ما قدركش ولا قدر مشاعرك وعواطفك النرجسي ما بيقدرش يميز بين اللي هو مؤمن به واللي مش موجود غير في الخيال والمريض وبين الواقع الحقيقي حتى داخل عقل النرجسي هو شايف انه بيتصرف صح وان اللي في دماغه ومؤمن به ده هو الطبيعي والناس هي اللي مش قادرة تفهمه هو متخيل دايما ان علاقة انفصل عنها هو مش انفصال زي ما احنا بنبصرها ولكن هو بيعتبرها مرحلة وهتعدي وانه هيرجع يستعيدك مرة تانية وقت ما هو يحب طبعا وده بالنسبة للنرجسي مش رغبة فيك او في حب فيك او في العلاقة اللي كانت بينكم ولكن اللي بيحصل ده لتلبية احتياجات معينة في عقل النرجسي وهي انه يرجع يحصل منك على الاهتمام والانتباه والاعجاب اللي كنت انت بتديهوله الموضوع بالنسبة للنرجسي زي حق ااساسي فيك وفي استرجاعك يعني هو بيعتبر استعادتك له دي امر بديه جدا واساسي بسبب قدرته وسيطرته اللي بيحسها النرجسي ناحية نفسه وهي ده المشكلة جماعة هو ده اضطراب التعلق اللي بنتكلم عنه واللي بسببه ما بيقدرش النرجسي يتفهم رغبتك في انك تكمل حياتك وتبدأ من جديد من غيره وبعيد عنه وعن سيطرته عليك وده يعتبر اقل حق لاي انسان انه يختار يعيش بالطريقة اللي تريحه واللي تنفس باحتياجاته كانسان وانه يرفض انه يرجع العلاقة اساءت له والكرمته والمشاعره وعواطفه بتعيش بعد انفصالك عن الانرجسي لفترة مهما كانت طويلة ومن غير حتى ما تسمع عنه اي شيء بتنقطع اخباره تماما بسبب الحظر اللي انت عملته له ولكن فجأة وبدون مقدمات بتتفاجئ بمحاولات منه للتواصل معاك واستعدتك للعلاقة ودي المشكلة انك بتلاقي ان الانرجسي ده ما بيقدرش يسمح لك بانك تعيش حياتك مرة تانية لان ده جزء من تفكيره بانه يمتلكك وبيتحكم فيك وفي مصار حياتك بالرغم انه مش معاك ولا بتربطه بيك اي حاجة المشكلة كمان بالنسبة للانرجسي انه مش عايز اي شخص تاني يحل محله في التحكم والسيطرة يعني الانرجسي بيقيس اي علاقة في الدنيا على التحكم فيها والسيطرة عليها ولو هو اقتنع بالانفصال نفسه او حقك في انك تبعد عنه مش ممكن حيتقبل او يقتنع فكرة انك تكون في ايد حد تاني يسيطر عليك لانه كل تفكيره بينحصر في ان اي شخص بالنسبة للانرجسي هو اداة من حق التحكم فيها والسيطرة عليها وعمر من نرجسي بينظر للموضوع انسانيا او كحق انساني ابدا النرجسي شايف ان مهما بعد عنك او انت بعدت عنه ومهما طالت المدة وحس في يوم من الايام انه عايزك فهيروح ببساطة شديدة جدا ويجي اخدك تاني زيك زي اي حاجة او جماد كان بيمتلكه النرجسي عمر النرجسي ما هيفكر او يحس انه شخص غير طبيعي وان اللي بيعمله ده شيء مش صح وان اللي بيعمله ده بيتسبب في الازل شخص تاني ولا عمره هيحس ان ليك الحق في الاحساس والشعور بالقلم من اصله النرجسي بيواجه مشكلة كبيرة في العلاقات الشخصية علشان كده هو مش ممكن يتقبل انه يكمل حياته من غير ضحيته او من غير الشخص اللي بيعتبره مصدره للغذاء والامداد هو ممكن يكمل حياته ايوه مع مصدر جديد وضحية جديدة ولكن مع عدم تقبل فكرة ان فيه مصدر للامداد يروح من ايده يعني هو حريص على انه يحصل على الامداد من اكبر عدد ممكن من المصادر او الضحايا علشان كده النرجسي بيتنقل من علاقة لعلاقة وممكن في وقت واحد بطريقة عادية جدا بالنسبة له ما بيحسش ابدا ان اللي بيعمله ده شيء غريب او غلط كمان النرجسي لما بيعمل كده بيكون عن اقتناع كامل انه ما عندوش اي مشكلة نفسية بتخليه يعمل كده ولكن ده اسلوب حياة بالنسبة له ومنهج ماش عليه النرجسي ما بيكلفش خطره ابدا انه يقعد مع نفسه ويسأل نفسه عن السبب اللي بيخليه يكون بالشكل ده لانه ما عندوش اي نوع من التعاطف مع الناس اللي بتتأذي بسبب اسلوبه وطريقته في الحياة يعني ما بيعترفش ابدا بان اللي عمله ده يديلك الحق في القلم او الاحساس بالوجع من اساءاته النرجسي بيحس وبيعتقد انه من حقه انه يتحكم فيك وفي حياتك وعواطفك اسناء العلاقة وحتى بعد الانفصال نفس الوضع وما بيعترفش ابدا بحقك في انك تعيش بالطريقة اللي تنسبك وانك مسئول مسئولية كاملة عن تلبيت احتياجاته ورغباته ولما بيحس انك بدأت ما تقدم لهش اللي هو متعود عليه منك بيعتبرك بترفضه وبترفض انك تشترك معاه في اضطراب التعلق ده اللي هو بيعاني منه مشكلة النرجسي زي ما قلتلكم انه ما بيقدرش يتفهم مشاعر وعواطف الاخرين بشكل صحيح واحتياجاته دي بتكون بالنسبة له حاجة فطرية جدا بدون ارادة منه واقصد ارادة مش انه ما بيكونش واعل اللي هو بيعمله ولكن اقصد انه هو بيعتبرها حقه الكامل في انه يكون اللي حواليه بيخدمه رغباته واحتياجاته بدون ملل او تعب او اعتراض النرجسي باللي بيعمله ده محتاج يحس باستمرار باهميته وقيمته وبسبب طفولة اللي مر بيها النرجسي ما بيكونش قادر على فهم الاحساس بالاهمية بالطريقة الطبيعية او الصحيحة كل ده من الانا المتضخمة بشكل مريض عند النرجسي وهو طبعا على فكرة فاهم انك عارف كل ده عنه لانه من وهو صغير كان احيانا بيكون مطلوب منه انه يطيع الاكبر منه او انه يخدمه بشكل معين زي الوالدين او الاخ الاكبر وبيعتقد النرجسي ان كل الناس مرت باللي هو مر به وعاشوا نفس اللي عاشوا في طفولته علشان كده لما بيكبر بيعتقد انه لازم اي شخص تاني يعمله بنفس الطريقة دي وانه بيكون مسخر لخدمته وتلبيت طلباته حتى ولو كانت طلبات غير منطقية علشان كده في بداية علاقتك بالنرجسي بيكون كل همه انك تقع في حبه بأسرع وقت ممكن علشان تقوم بوظيفتك المطلوبة منك من وجهة نظره بدون ملل لان النرجسي محتاج لدرجة فضيعة جدا لاهتمامك به بشكل مبالغ فيه وانك تكون منتبه له بشكل كامل وتدي له باستمرار الاعجاب والمتح اللي بيعيش عليه وبيحسسه بقيمته عند اللي حواليه لما بيحصل الانفصال بينك وبين النرجسي ما بيقدرش يتحمل النقص اللي حصل او حرمانه من كل اللي انت كنت بتقدمه له ده طول علاقتك به حتى ولو كان عنده مصادر تانية بتدي له نفس الامداد اللي فقده منك ولكن من الضروري عند النرجسي الاحتفاظ بشكل كامل بكل المصادر اللي بتوفر له الامداد والغذاء الانرجسي من حق اي شخص انه يرتبط بالشخص اللي بيحس معاه بالارتياح والامان وفي نفس الوقت من حقه الكامل والطبيعي انه يختار الانفصال لما يحس ان العلاقة او الارتباط ده بيسبب له الم او معاناة ومن حقه كمان انه ياخد وقته ويتعافى من الاساءة او الالم اللي اتعرض له في العلاقة دي ومن حقه كمان انه يكمل حياته بالطريقة اللي تناسبه وتناسب مشاعره النرجسي بقى ما بيعترفش بدا خالص بالعكس هو كمان بيعتقد ان ده هجوم عليه شخصيا لان الموضوع ده بيخليه يحس بالرفض والرفض بيقتل للنرجسي من غير رحمة ابدا وده اللي ممكن يصور لك قد ايه النرجسي حريص لدرجة فضيعة ان مفيش حد تاني ياخد مكانه في حياتك النرجسي حريص على انه يخليك تعتقد ان مفيش مفر ولا فرصة لانك تقدر تغير حياتك او تكملها من غير اساءات او قلم الكلام ده عند النرجسي مش مسموح بي ابدا ولكن في الحقيقة لازم تعرف ان ده حقك الكامل وان الشخص اللي على الصورة دي عنده خلل عاطفي بشكل واضح وانا عارف ان النرجسي بيفضل معلق في عقلك وقلبك لفترات طويلة بسبب الفترات اللي قضتها معاه وتحت سيطرته وتأثيره ولكن انت دلوقتي اكيد اتحررت من التأثير ده وانت مجرد اختيارك حياتك والطريقة اللي بتعيش بيها حقك الكامل اللي مفيش فيه اي نقاش طول فترة علاقتك بالنرجسي كنت عايش في خوف من انك تغلط او يصدر منك اي تصرف يداي النرجسي من وجهة نظره بالرغم من انك بتكون حريص جدا على مشاعره بشكل كامل بسبب حبك ليه وتعلقك به وكان مطلوب منك دايما تلبية احتياجاته وقت ما بيطلب منك انت بالنسبة للنرجسي ملكش اي حياة خاصة بيك ولكن انت موجود بس لخدمته وتحقيق رغباته وهي دي الطريقة اللي النرجسي شايفك بيها لانه ما عندوش اي قدر على التواصل بالاخرين بشكل طبيعي ولازم تكون عارف ان ايا كان شكل علاقتك بيها شخص نرجسي او طبيعتها فهي علاقة سطحية تماما لانها قائمة على الاستغلال من طرفه ليك والمشاعرك بدون الاهتمام باي احساس ليك او مشاعر خاصة بيك انت اللي مخلي العلاقة بالنرجسي بالشكل السطحي ده لان مفيش فيها ارتباط عاطفي حقيقي الارتباط الوحيد الحقيقي في العلاقة هو تعلقك به وحبك الحقيقي اللي انت منحته له واللي هو ما حافظش عليه وبيعتبره حق مكتسب له والحق ده ما بيفرضش عليه اي التزام نحيتك او نحية اي حد كمان النرجسي بيعمل كده زي ما قلت لكم لانه ما عندوش القدرة على التواصل مع الاخرين بشكل طبيعي او تكوين علاقة طبيعية فيها نوع من التبادل والحرص على مشاعر الطرف التاني وده اللي المفروض يكون اساس اي علاقة مهما كانت مسمها ولكنها علاقة في منتهى الانانية والاستغلال النرجسي ما بيتوقفش عن الحياة بنفس الطريقة مهما دخل فيه علاقات او ارتبط باشخاص ومش هيغير ابدا الطريقة اللي هو عايش بيها مهما كان حجم الاساءة اللي بيتسبب فيها لحد ومهما كان القلم اللي بيشوفه في عينيك من تصرفاته الموسيقى التعاطف والاحساس بالاخرين اللي بيخلي الانسان يقدر يرتبط بيهم ويكون صدقات ويدخل علاقات والعلاقات دي اساسها الارتباط العاطفي والتقدير للطرفين واللي النرجسي ما بيعرفش عنها اي حاجة ومش هيقتنع ابدا مهما عملت معه النرجسي ما فيش جواه غير احساس رهيب جدا بالغضب والغضب ده من كل العالم اللي حواليه لانه بيعتبره مش زي ما هو عايز وده اللي بيخلي النرجسي يفضل عايش بنفس طريقته وبتكون حياته وعلاقاته عبارة عن دورات متكررة من نمط واحد لعلاقة موسيقى وهو بالشكل ده شايف نفسه ناجح في الطريقة اللي بيعيش بيها علشان كده مش ممكن هيحس ان فيه حاجة عنده محتاجة تتغير او تتعالج علشان كده اوعى تفتكر ان حبك للنرجسي وتعطفك الكبير معاه ممكن يفيده بحاجة بالعكس انت كده بتساعده يستمر في نفس طريقه الموسيق والمؤذي النرجسي مش عايزك تتقدم ولا تكمل حياتك علشان كده من الممكن انك تلاحظ ان النرجسي عنده ضحايا كتير واللي انفصلوا عنه او بعدوا عنه عن طريق قطع العلاقة بالكامل او قطع الاتصال او الكلام معاه الا في حدود مضطرين لها معاه والناس دي كانوا مستمرين مع النرجسي ده قبل الانفصال عنه على امل انه يتغير او يتحسن حط في اعتبارك وتأكد من حاجة في منتهى الاهمية الشخص النرجسي لا يتغير ولن يتغير تحت اي ظرف وحاول تنقذ نفسك باي شكل من الاستنزاف المستمر في علاقة نهايتها الوحيدة هي الفشل وعدم الاستمرار مهما طالت اتمنى ان ماكنش طولت عليكم اكونوا استفدتم من الحلقة ان شاء الله نتقابل المرة الجاية مع موضوع جديد عن النرجسية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته